اشتركوا في القناة الموضوعنا اليوم هو البلازما طبعا ليس الذي يخطروا على بالكم بلازما الدم أكيد سامعين بلازما الدم خاصة في فترة الأخيرة كان في أيام الكورونا تداول هذا الموضوع بلازما الدم لمعالجة المصابين وإلى آخر الذين تعافوا من موضوع الوباء الموضوعنا نحن بلازما الذي يتداوله أو الذي يقصده رجال الفيزياء إذن نأتي إلى تعريف البلازما هل تعرفون ما هي البلازما؟ نعم البلازما هي الحالة الأولى للمادة التي وجدت في كوننا انتظروا هل هذا صحيح؟ طبعا معظم الناس فقط يعرفون بخصوص حالات المادة الثلاثة الصلبة والسائلة والغازية وغالبا ما يغفلون وجود حالة رابعة للمادة إذن سؤالنا هو ما هي البلازما؟ حسنا دعونا نخوض رحلة عبر ذاكرتك عندما تحدث أستاذ الفيزياء عن هذه الحالة من المادة ربما كنت تأخذ غفوة في ذلك الوقت حسنا الجميع يعرف أن الغلاف الجوي غاز والمحيط يعني المحيط عن البحار والمحيطات سائل والأرض التي تقف عليها هي مادة صلبة هذه هي حالات المادة الغلاف الجوي والبحار والمحيطات والأرض الصلبة هذه الحالات المادة الثلاثة التي وجدت منذ الأزل والاختلاف بين كل هذه الحالات هو مستوى الطاقة المتواجدة فيها إذن ماذا عن رابع حالة للمادة بين قوسين البلازما كيف تكونت؟ هل تكونت في دورق ما؟ لا ندري تعالوا لنضع كمية من مكعبات الثلج في دورق في المختبر والذي طبعا هو صلب قم بتسخينها ستتحول إلى سائل استمر بالتسخين سيتحول الثلج إلى غاز ماذا لو استمرنا استمرينا بتزويد الغاز الناتج بحرارة؟ حسنا الحرارة سوف تصل إلى آلاف الدرجات المئوية والغاز سوف يتأين وبالتالي يتبقى من الجزئات نواتها نوات الضرياني لا سيما وإن الإلكترونات قد تحررت قد انفصلت عنها طبعا لماذا انفصلت؟ بسبب الحرارة العالية جدا طبعا كما في النجوم تنفصل الإلكترونات عن ذراتها نتيجة الحرارة العالية جدا هذا الغاز المؤين الذي قمنا بتجربته بتحويل الثلج إلى سائل ثم إلى غاز يصبح خليطا من الإلكترونات وجزئات متعادلة وإيونات موجبة وأخرى سالبة والتي تتحرك طبعا صفة هذه الإلكترونات والإيونات هي حركة فوضوية وهنا تحصل على ماذا؟ على البلازما إذن البلازما هي الحالة الأولى هم يقولون الحالة الرابعة نحن نقول هي الحالة الأولى في الكون لأنها 99% وتسعة بالعشرة من المادة الموجبة في كوننا تتواجد على شكل بلازما حسنا إذن شمسنا هي بلازما ضخم والنجوم هي كرات مضيئة من البلازما البرق الذي يضرب خلال المطر هي بلازما وكذلك اللحام الذي يقوم بعملية اللحام القوس الكهربائي هو بلازما وكذلك الظاهر الساحر التي تزين الأقطاب الشفق القطبي هي بلازما إذن يعتبر البلازما المادة الأقدم في الكون تطبيقات البلازما في حياتنا كأضواء البلازما وشاشات بلازما وقواطع بلازما في المجال اللحام في المصانع البيكانيكية تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر